انقطاع الدورة الشهرية وانقطاع الطمث لدى الكثير ممن لديهن دورة طبيعية أمر مقلق وغير عادي أنواع قطاع الطمث الأولى أي عدم وجود الحيض منذ البداية حتى في عمره ومرحلة النمو عندما يكون من المتوقع حدوثه الثانوي عندما ينقطع ثلاث مرات متتالية لدمرأة طبيعية من حيث الدورة الشهرية أسباب قطاع الطمث السبب الأكثر شيوعا هو الحمل يأخذ تقييم الأسباب في عين الاعتبار الأعضاء المسؤولة عن الدورة ومنها المبيض والرحم وتحت المهاد والغدة النخامية في الدماغ ويتضمن هذا النوع من التقييم اختبارات الدم وتصوير الأعضاء التناسلية والدماغ إذا لزم الأمر علاج قطاع الطمث يفحص تاريخ المريضة بدقة بالإضافة إلى الفحص البدني كما يجب البحث عن علامات وأعراض يمكن أن تحدث عندما لا تعمل الأعضاء أعلاها كما ينبغي يمكن أن تكون وظيفة المبيض غير طبيعية إما نتيجة لمتلازمة المبيض متعدد الكيسات حيث لا تحدث الإبادة أو تحدث بشكل غير منتظم أو انخفاض في وظيفة المبيض التي يمكن أن تظهر انقطاع الطمث المبكر علاج قطاع الطمث الثانوي يعتمد على السبب وإذا كان قطاع الطمث مرتبطاً بمستويات منخفضة من الأستروجين فالأمر المقلق هو أن المرأة قد تكون أكثر عرضة لخطر ترقق العظام والكسور لذلك يتم وصف مكملات الأستروجين مع موانع الحمل الفموية